الحريق فين عندها واش في المهبل ديالها او لا في الاقل ديالها اليوم احنا ننظر على واحد الحالة مهمة تتخص بزا في العيالات ولكن الامر لله يعني ننظر على التشنج المهبلي وعلى الزواج والعلاقة الجنسية لان يعني هذه الحالة الواحد السيدة اللي مزوجة هذه 8 سنين او لا 9 سنين فعمرها تقريباً 36 عام بغيت ولد ما زال ما ولدتش جوجت برجل الول وبقت معاه 4 سنين او لا 5 سنين وطلقها لانه كان دائماً تتمنعه باش انه ما يدخلش تماماً وبقت عزبة وعوتني الجوجات برجل التاني خمس سنين اخرى عندي تقريباً خمس سنين في خمس سنين هي عشرة سنين على هيد الزواج وما زال نفس المشكلة ما تتخليش يدخل تماماً من بعد اضطرات انها مشد يعني يفتحولها على ذاك الباكرة ديالها احنا بعد نبطة يقولوا صفحة وما كان لا صفحة لا والو المشكلة هو انها عند التشنج المهبالي هذه عشرة سنين دابا وهي ما زال عمر لا رجل لول والد ثاني استطاع يدخل وهي تدخل لي انا بحال دابا هلا مش ادخل بحالي لاشي واحد دار يعني الصبع ديالو فعيني يجيك لحريق ولا ما يجيكش لحريق قتل يجيك لحريق اولا قتلي بحالي لا يشرقني اولا بحالي لا يقتني اول موس باش غايقتلك قتلي المهمة انا تنعتقد هكا بأن سميتو يقدر يعني يقتني ولا يشرقني والدماء يتسين بحالي عملية جراحية هناك واحد المبدأ يعني في العلم النفس يعني في العلاج السلوكي والمعرفي تنعتمد على ان تصرفات الانسان هي ناتجة عن طبيعة الاعتقادات اللي تتعتقدها يعني مثلا إلا كنت طالع الجبل وانت خايف طالع الجبل مرة تطلعش إلا كنت تدخل لصنسر وانت تقول اه عندك ندخل ولدخلت رأي وقع لي شي حاجة مرة تدخلش في الصنسر أو لا مثلا يعني في الاعتقادات الناس مثلا يمشي ويديروا العمر أو الحج علاش تعتقد على انه رأي يمشي دير العمر أو الحج رأي يتوب عليه وكذا 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 إذا اي تصرف تديره هو مرتبط تماما من قلوب الاعتقاد ديالك حدام الواحدة رأي دير شي مشروع ورأي دير مشروع شنو تعتقد رأي يعتقد بأنه يعني لدى ذاك المشروع رأي يرباحه وكذا وسميته وسميته ورأي يبدأ في تصرفات كل ذاك التصرفات ديال الإنسان نتيجة على طبيعة الاعتقاد التي يحمل تكشب رسول الله سبحانه وتقول بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين يعني الإنسان مثلا تصلي علاش يصلي لأنه تعتقد على أن الصلاة تحصلوا يصلي باش يتقرب الله انت تعتقد علاش حنا يمسلمين مدى أن تعتقدوا على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أخي الأنبياء هو رسول ديالنا الأخرين ما تعتقدوش هذه الاعتقادات ديالهم تقول لك لا إذن نعتقد الدين الإسلامي ديالنا هو هذا هو ما لا نرجع للحالة هذه مهمة هي من كانت صغيرة أنا نبغيت نفهم يعني لاش هذه السيدة هذه محرومة عشر سنين للبرح يلا دوز لكم واحد فيديو دي واحد السيدة اللي هي تتشرط على رجلة أن تدير جوج على الأقل جنوبات في الأسبوع قالت لي لا أنا بغي نشوة ديالي الجنسية لأن أنا بغي الرغبة الجنسية وإلا ما كانش داك النشوة الجنسية رنعسهم ومقلقهم مع الصباوة وهما وصلين للطلاق أعلى شهية لأنها هي بغي الجنس هنا يا دابة هذه المرأة هذه هي عمرها عشر سنين هدوية التعدى بالعادة بالأليم وما استطعتش أنه يخلي لا رجله لا تاني يدخل لأنها هي تتعتقد أنه هي لدخل رأي وقع له ورأي وقع له ورأي وقع له وتتشد لأنها تكون مثلا تدير العلاقة جنسية هي استحية يعني تكون خايفة ومقلقة أو متوترة وحاضية عشرة سنين ما عرفتش نية النشوة الجنسية أو لا الرغبة هي ما عنداش رغبة وما عنداش نسوة وعمرها ما دارتقاء على العادة السيرية مشكل طبعا يعني شكونها الدرجة اللي رأي قبل عليها كاتبقاها عايشة حياته كاملة وها بزاف ما يمكنش هو أحلى ما كاين في الحياة وأحسن ما كاين في الحياة هي ذاك العلاقة الجنسية والنشوة الجنسية يعني ذاك اللد الجنسية ما كينش بحالها كنا عقولنا لكم واحد بحال نكتة ذا واحد السيد اللي كانت يقول له مشوف ما كينش أحلى من العسل في الحياة مني واحد النوبة دار واحد العلاقة الجنسية وجدت ذاك النشوة قال لهم هاد العسل زبل ديوا عليها هاد الزبل هادا أحسن حاجة في الحياة من ناحية يعني اللد دا هي النشوة الجنسية إدن هي تتعتقد هكا وهاد العتقاد ديالها واللي خلاها قلت له وش كلي كبر الفم ولا الفرج قلت له لها الفم واللي كبر قلت له لها خطأ لأن الفم اللي قلت له تلاتات السبعان بحالكة ما تيجيد شي كبر في حين المهبل والفرج أحسن عشرات السبعان باش عاد الرأس يخرج يعني من المهبل إدن هي المشكلة ديالها قلبوها وكادة وفتحوا لها ذاك الباكرة وسميتوه قلت له أنا مني كنت صغيرة كنت دائماً يعني الوالدين ديالنها عندك 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 فأنتمشي ويوصلوها وخايفين عليها وكادة وذاك الخوف طبعاً نجمت العوامل اللي خلوان تأزم دعبها كما أنها مني كانت صغيرة كانت تسمع كذلك على أنه يعني بنات جيلان وذيك شيء يقولوا لي لتتدخلها وإلا كانت تدخلها رتتشرك لمرها ورئيسي للدم ورئيسي الكادة ورأتوقها ورأتوقها وهو ما يوقع واله هي حاجة وحدة اللي تتخاف منها تتخاف من الدم يعني زياد الناس أنا شعرت وش أنها تتخاف ولا شي حاجة مشي أشياء أخرى لا قد لي ما تنخافش يعني من الأشياء أخرى ولكن تتخاف من الدم تتخاف من العمليات الجراحية عيداً يعني باش الرقم الواتساب هو 06-64-033-30 ورقم العية ده 05-22-26-92 إذن ده باية وقف على الطلاق الراجل العية هذه خمس سنين وهو يعني يعيش مع الدب وهي مسكينة مع الدب وهي ما بغياش تطلق وبغي الولاد ولكن مبلوكية لأن المشكلة عندها حقيقة مشي في المهابل ديالها المشكلة في العقل ديالها فالرأس ديالها هي تتحمل هذه الأفكار على أن إلا دخلها تشي حاجة في الفرج ديالها رايق علىها ورايق علىها ورايق علىها هو ما رايق علىها وهلو يعني شريكا قلت له واش عمت مثلا زوجي اللي يجيبلك هش هو مثلا قاتل الله قلت له بلسانه مثلا يعني ما يسمى يعني العلاقة الفاموية الجنس الفاموي قاتلت باللسانه يقدر يجرحني قلت له هو كيفاش يجرحك باللسان يعني اللسان هده لساناتي باش هجرحك باش اللسان موس باش هنتعرفوه على أن هي مسكينة يعني مبلوكية هنا ماشي في الفرج ديالها مبلوكية في العقل ديالها المشكل في عقلها المشكلية تتحمل اعتقادات خاطئة تيخليها تلسان دراجلها مثلا باش يجيب الشهوة ديالها تتعتقد على أنها رد جرح يعني مصيبة هده اعتقاد خاطئ تماما ما عندون تشي اساس من المنطق ولا من العلم ولا شي حال ثم دبعا المهم دخلنا معاه في طرق العلاج نتمنى ابن الزوج دياله لكن انت يسمعنا اليوم او لا زوج اخرين يعطينا فرصة باش ان شاء الله نعالجوها باش هاد المرة ما تطلقش واتهيئة نجيب ان شاء الله دورية صالحة هي ابنت الناس تتحشم طبعا اكثر من لازم ولكن يعني موقرة مرة موقرة وباغي الوليدات وما باغياش تطلقية ولكن هي مسكينة مبلوكية من هاد المشكلة هادا اذا نتمنى ابن الزوج دياله يعطينا فرصة ان شاء الله باش نساعدها وبإذن السميع العليم الامور التحل انه كان واحد المبدأ كما اشارنا اي حاجة تعودت عليه تيوليه عادي طبيعي قاعد الناس تيكونوا تيكميه والقارو والشراب وكذا بسميتوه النبل والعينيهم تيخرجوه مباتي واللي عادي اذا عاطيناها واحد ثماني نرده ان شاء الله عاطيناها بعض الادوية بإذن الله باش يحيدوا من الخوف والخلعة وهي لك انت عندها الرغبة باش تخدم ان شاء الله انا تنعتقد بإذن السميع العليم واحد شاريه تلتشور والامور تكون تحلات ويعني يقول لي داك الالاج عادي نورمال لانه ميمكنش التاكار ديالها راجل ديالها يجرحها ميمكنش الصبع دياله يجرحها ميمكنش اللسان ديال راجلها يجرحها وش هدي تخلق للعقل اللسان راي يجرحها ميمكنش اذا كل الاعتقادات خاطئة داك شي علاش يعني الانسان دائما عاستو يحمل واحد الافكار زوينة وما يسمعش اي حاجة لان ذاك الاعتقادات تكون هي اساس المشكلة ان شاء الله بإذن الله الأمور تتحل بإذن السميع العليم اذا تمنى تستفتو من الحالات تمنى تشاركونا فيسبوك دكتور بن ياشو يوتيوب دكتور بن ياشو انستغرام دكتور بن ياشو وتيك توك الدكتور بن ياشو موعدونا كل يوم اثنين على الساعة العاشرة بالليل ان شاء الله نقوم بفحوصات في الدرابات الجنسية في العلية السلوكي والمعرفي في مرض السمنة في المخطرات والدرابات النوم شكرا لكم ورقم الواتساب 064-003030 شكرا